اهلا بكم الى هذا المجز الخاص عن احداث فلسطين على قناة الحدث الافريقي اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء امس الجمعة في مخيم العروب شمال الخليلة وحسب مصادر اعلامية تابعة لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية فان قوات الاحتلال الاسرائيلية المتمركزة في البرج العسكرية المقام على مدخل المخيم اطلقت رصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ما ادى لاندلاع مواجهات اعتقلت الشرطة الاسرائيلية مساء الجمعة ستة متظاهرين خلال وقفتنا نظمت في ساحة الاسير بمدينة حيفا داخل اراضي 48 تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين اطلق مكتب تنسيق المساعدات التابعة للامم المتحدة اوتشاه نداء انسانيا بقيمة 502 مليون دولار للارض الفلسطينية المحتلة لدعم حوالي 1.6 مليون من الفئات الاكثر ضعفا الذين يعيشون هناك لقي شاب مسرعه مساء امس الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة اطلاق نار بمدينة اللود داخل اراضي 48 وحسب وكالة الانباء الفلسطينية فان الشاب فارس ابو قطيفان تعرض لاطلاق نار في احد احياء اللود واصيب بجروح خطيرة نقل اثرها الى احد المستشفيات قبل ان يعلن الاطباء وفاته متأثرا باصابته دع رئيس هيئة مقاومة الجذار والاستيطان مؤيد شعبان ابناء شعبه الى التواجد في الخان الاحمر والرباط فيه والمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي يبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل رغم انتظار قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلية المتعلقة بتهجير الاهالي من تلك المنطقة اصيب عدد من المواطنين بالاختناق امس الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية في بلدة بيت امر شمال الخليل وقال النشط الاعلامي محمد عوض لوكالة الانباء الفلسطينية ان المواجهات اندلعت على مدخل البلدة عقب مسيرة غضب انطلقت بعد صرات الجمعة بدعوه من القوى الوطنية والاسلامية تنديد النئب المجزرة التي ارتكبت بحق ابناء الشعب في جنين ومخيمها وادت الى استشهاد تسعة مواطنين وجرح اخرين الى هنا ينتهي الموجز دمتم في امان الله الى اللقاء اشتركوا في القناة